فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية حسن الله إليكم قال رحمه الله وبالجملة فالكفر بمنزلة مرض القلب وأشد ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة وإنما الصلاح أن لا تشبه مريض القلب في شيء من أموره وإن خفي عليك مرض ذلك العضو نعم الكفر هو أشد الأمراض أمراض القلوب لا أمراض الأبدان قد يكون في بدنه من أصح الأبدان وأقواها ولكن هو في قلبه مريض ومرض القلب أشد من مرض البدن فالكفر مرض قلبي كما قال تعالى في قلوبهم مرض فزاد أم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أو يكذبون فكيف أننا نعجب بمرض القلوب ونتشبه بهم ونأخذ عنهم العادات والتقاليد الفاسدة والمضرة نحن لا مانع نتعلم منهم الصناعة والطب والهندسة غير ذلك من أمور الدنيا لكن نبقى على ديننا وهذه مصالح خلقها الله في الأصل لنا خلقها الله في الأصل لنا لنستعين بها على العبادة فكوننا تخلينا عنها وأخذها هؤلاء لا يمنع أننا نستعيدها ونستردها لكن كما ذكرنا بشرط أن لا يطقى هذا على عمل الآخرة فيه من يظن الآن أن الدين هو الذي أخر المسلمين وأن المسلمين تأخروا في الصناعة والتقنيات بسبب تمسكهم بدينهم وهذا مفهوم خاطئ وباطل لأن الدين يحثنا على أخذ المصالح للدين والدنيا على أخذ المصالح للدين والدنيا الله جل وعلا يقول فابتعوا عند الله الرزق واعبدوه قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتعوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ما قال لا يتجرون ولا يبيعون بل قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله التجارة والبيع إذا شغلتا عن ذكر الله هذا هو المذموم أما إذا لم تشغل عن ذكر الله فهذا مطلوب هذا أمر مطلوب يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ما نهى عن الأموال والأولاد وإنما نهى عن اللهو بها عن ذكر الله فالدين لا يؤخر المسلمين وإنما يقدمهم وأما أن يأتي من يتصف أو يتدين ويترك الأسباب ويعطل الأسباب أو يقول أنها حرام فهذا لا يحسب على الدين هذا يحسب على نفسه على جهله